بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء احنا في الجزء اللي احنا بنتكلم فيه يوم الحد بنتكلم عن كيفية التخلص من المسببات زيادة نسب الطلاق و احنا النهاردة نتكلم عن حاجة شوية مليئة بالحساسية لتداخل المفاهيم فيها بشدة احنا نتكلم عن حاجة كده محتاجة ان احنا نقعد و نسمع الكلام بهدوء عشان نقدر نحافظ على البيوت احنا في كتير من الاحيين بنخلي بر الولدين جزء من المبرر اللي بيخلينا نتدخل في الأسرة الوليدة اللي هي أسرة الزواج تعالوننا عرضا نتكلم في الحلقة دي عن حاجة مهمة جدا اسمها تأثير أسرة المنشأ يعني ايه تأثير أسرة المنشأ؟ يعني تأثير أسرة الزوجين على حياتهم الزوجية الجديدة لازم نعرف ان فيه تأثير آه فيه تأثير بس قبل ما ندخل أنا عندي ملمح لمحته كده وأنا براجع الكتاب والسنة وجدت اني مفيش كلام كتير موجهة لأهالي الزوج والزوجة على ازاي يتعاملوا مع الجواز الجديد وكأن الشرع بيبعت لنا رسالة واضحة ان الجواز ده بيت مستقل يعني ايه بيت مستقل؟ هنقطع كل العلاقات بينه بين الأسرتين اللي هم الأسرتين المنشأ؟ لا حتى لما بنستخدم مصطلح الفطام الزواجي أو قطع الحبل الأسري ما بنقصدش الشقاق لكن نقصد الاستقلال ان كل بيت يكون لما بيتولد بالزواج البيت ده بيت يكون مستقل يعني ايه مستقل؟ له أسراره راه طريقة معاملته له فهمه ليه؟ عشان يحصل العشرة بالمعروف وده الأمر وعاشرهن بالمعروف لازم يحصل له طب احنا لازم نلاحظ نفسنا بقى لازم واحنا راحين على الجواز وانا بدرب الناس في المقبلين على الجواز انهم ما يلاحظوا يلاحظوا مجالات مهمة جدا جدا بيسري تأثير أصلة المنشأ على المولود الجديد اللي هو الجواز الجديد أول حاجة بيظهر فيها تأثير الجواز أو البيت الكديد بأسرة المنشأ نمط العيش نمط المعيشة اللي هو إيه نمط المعيشة؟ الأكل الشرب عناعمل الأكل كل أسبوع كل ده نمط العيش إزاي بينعيش؟ بيبن فيه قوي تأثير أسرة المنشأ طريقة حل المشكلات إزاي بيحلوا مشكلات؟ بيحلوا مشكلات في الآخر بيزعيقة تنهي المسألة وتلقى أفل المسألة والموضوع أو إن احنا بنركن أو احنا بنأجل 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 المشكلات الحياة التالتة شكل الحوار وما بيتحاوروا إزاي؟ هو بتحامروا لمدة دقيقتين وبعدين اش زوج بيزهق والموضوع بينتهي على كده ولا بيتحاوروا يعني عندهم نفس وبيحبوا يسمعوا بعض الجانب الرابع هو الجانب الاقتصادي هو إحنا إزاي هيبقى فيه الإنفاق؟ الفلوس عديها المصوف البيت عديه للزوجة وهي تصرف على كل حاجة ولا أنا في بعض الرجالة بيقولوا لا ده الفلوس دي تتبقى فيه دي وأنا اللي أصرف كل ده من تأثير أسرة المنشأ سواء هو عنده ترومة لإن والدته كانت مصرفة فهو بيحاول يعدل اللي كان في البيت أو كان هو أصلا شايف أن والده بيعمل الكلام ده طيب الحاجة الخامسة والأخيرة والأخيرة في الأمثال اللي نحن نضربها لكن فيه حاجات تانية بس دول أهم ملفات بيحصل فيها التأثير إيه بقى؟ إدارة العلاقات عن نتعامل إزاي مع الأصدقاء عن نتعامل إزاي مع الأسرتين كل دوة تأثيرات بتسري أو مجالات بتسري فيها تأثير أسرة المنشأ تأثير أسرة المنشأ ده بقى بياخد أشكال كتيرة يعني مثلا والدة الزوجة من أحد التأثيرات والدة الزوجة هي المسؤولة والدها ليس له دور فيحصل بقى إيه؟ ده اللي كان في أسرة المنشأ لذلك الزوج بيحاول إيه؟ منع زوجته من المشاركة في قرارات المنزل لأنه خايف إن إيه؟ تطلع زي والدتها ويا سلام على الأمثلة الأمثلة اللي في غاية البشاع إيه اللي بالإدراء على فمها؟ تطلع لبنت الأمها وعلى فكرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بيألا نسيء الظن والله سبحانه وتعالى قال إن بعض الظن إسم وما ينفعش وقال لا تزر وزرة وزرة أخرى ما ينفعش إن أنت تأخذ الست زوجتك بجريرة أمها ما يصحش ولا يجوش شرعا وعلى فكرة سعد الأزواج بيأخذوا الزوجات إلى إن هم فعلا يعملوا كده تكون الزوجة مستقلة وتكون الزوجة فتنتهي في النهاية يظهر الزوج دات ما ينفعش بها غير طريقة ماما طريقة ماما اللي هي كانت بتفرض سيطرتها على البيت وللأسف يعني اللي بيخاف من عفريت بيطلع يعني اللي بيحاول يبني في بيته خوف الخوف ده بيسيطر عليه وممكن كمان يبقى تأثير زي الزوج مثلا بتحاول تقنع زوجها إن هي ليست مسيطرة ومش عايزة حاجة ولا عايزة يكون لها القيادة في البيت ليه طيب؟ بتقنعه ليه؟ لإن هي شافت والدتها لما بتعمل بتمارس سيطرتها فهي بتحاول تثبت لزوجها طول الوقت الكلام ده وهي مش مضطرية لده أو الزوج مثلا بيشعر إن زوجته مستغنية عنه وهي بتتقلم من الشعور ده إن هو حاسس أو فاهم إن هي مستغنية عنه ومش قادرة تقوله تقوله إن أنا مش مستغنية عنك بس هو إيه اللي حاصل هو شايف إن هي بما إنه السوجة مش بتحتاج له مش قاعدة طول الوقت تقول اللزقة فيه يبقى كده هي إيه مستغنية عنه أو الزوجة بتشعر إن زوجها في أوقات كتيرة بيكون شخص اعتمادي جايب الاعتمادية منين؟ لإنه لما دخلت بيتهم هي بتقول كده زوجة ده تعتمادي لإنه لما دخلت بيته وجدت أبو إيه؟ اعتمادي بشدة على والدته والدته شايلة الليلة كلها زي ما يقولوا كده شايلة الليلة كلها وهي كزوجة مش قادرة تقوم بالدورين دول ومش عارفة توصل له إزاي الكلام ده يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هو لازم يعرف إن هي مش عايزة تقوم بالدور ده مش إنها شخصية قوية ولا شخصية مستقلة هي مش عايزة يكون في النمط دفتها وهي محتاجة زوج يحتويها ويتعامل معاها على إن هي أنثة ومرأة وتحتاج إلى احتواء ورعاية وتدليل كمان يبقى إيه اللي حاصل؟ مشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع السيدة عائشة يتعامل معا بكل تدليل يقولها أنت شربت من إيه؟ تقوله من هنا يروح شارب من نفس المكان اللي شربت منه لأنه زوج لازم يحتويها ولازم يدللها طب الوصف ده للزوجة يدل على إنه مرأة مستقلة ومستكفية وده الظاهر منه لكن في الظل جواح تيك شديد ليه للاحتواء والطبطبة والحنية فعشان كده بيبقى إحنا عندنا تأثير أسلة المنشأ قد يكون للتأثير في تفكيرنا أن أسلة المنشأ يأثره في زوجتي كده أسلة المنشأ يتأثر في زوجي كده يتخليه اعتمادي ففي بعض الأحيين يبقى إحنا مستحضرين أو مستعدين لتأثيره ومش موجود وبعض الأحيين بيبقى التأثير ده يخرجنا عن شخصياتنا يبقى لو هي تجوزة بتحاول تختار حد ساعات بقى تأثير أسلة المنشأ لما هي تحس أنها أسلة المنشأ ده تأثير جديد لما تحس أنها مستقلة وأنها مسيطرة لما تحاول تجي تتجوز تتجوز إيه؟ تتجوز واحد تقدر تسيطر عليه ولو كان مش قابل للسيطرة بتحاول تخليه قابل للسيطرة فممكن تختار واحد أصغر منه سنا أو طيب أو حنين أو أصغر إخواته فيبقى هو متعود أن هو إيه؟ أن إخواته الأكبر منه هم اللي بيعملوا كل حاجة وبيوجهوه وكده وبيرعوه فتقدر تقوم بالدور ده عشان يبقى فيه توافق في الاحتياجات أو هي قوية ومسيطرة وشطرة وجدعة وبتعمل كل حاجة بسرعة والبقى حامل وهو هادي بياخد كل حاجة بهدوء فإن اللي حاصل؟ فيتعمل كل حاجة بس هيحصل عنده بعد شوية بعد ما تعمل كل حاجة هيحصل عنده سراعة برضو هو صحيح عاوز حد جدع وبيعمل كل حاجة وإنه يبقى مرتاح وحاسس بالأمان في كان في الزوجة الشطرة القوية بس بعد شوية هيتفتح عليه من وقت للتاني إنه راجل ومش هيستحمل سطع العالي وإنه يكون لها سيطرة عليه وخاصة أصاد الأهل والأقارب بعض أنماط الأزواج المتأثرين بيتضح بقى ليه عندنا الأزواج المتأثرين ده إيه اللي حاصل؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة نقعد بقى ونحلل ونشوف الأنماط المتأثرين بإيه؟ بأسرة المنشة ونقعد كده ونحلله هنلاقي أربع خمس أنماط النماط الأولاني بيقول إيه؟ النماط الأولاني بيقول هتلاقي زوج متسلط مع زوجة ضعيفة ضعيفة الشخصية وممكن تلاقي شريك حياة قليل التفاعل عشان جوا جاي من أسرة عددها قليل وهدية مع شرك اجتماعي وهيبر نشأ في أسرة عددها كبير وعائلة كبيرة ومتربطة ده كله تأثير لأسرة المنشة أو ممكن يكون شريك عشوائي وشريك تاني منظم ممتعة كانت بتقول لها ما تنزليش قبل ما تخسلي المواعين ما تتحركيش غير لما تلطب غرفتك تكره جدا 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 إن حد يخلع هدومه ويسيبها والزوج رامي كل حاجة في كل حتة لأنه وأسف ماتت ممت وهو صغير فبقى بيهام هرجل أو زوجة نشأت في أسرة تقدر التعليم والعمل وعطوها حرية الخروج عشان تحقق أهدافها مع زوجة نشأة في أسرة لها قواعد صارمة ما تسمحش بخروج الست عمال على بطار هنا بقى لازم نقف وقفة إيه الوقفة اللي لازم نقفها إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شوية قواعد ندير بيها حياتنا إيه أهم القواعد دي إن إحنا لازم وإحنا بنبص لحياتنا نبص لتأثيرات الناس علينا مثل الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير آه هنا بقى بيقولنا إيه خلوا بالكم من عدوى الناس وتأثيرات الناس طب إذا كان الصاحب ده أهلي نخلي بنا من هذه التأثيرات فيبقى على طول لازم قبل الجواز نعمل حاجة مهمة قوي وفي الجواز نعمل كده إحنا في جلسات الإرشاد الزواج بنعمل كده بنعمل إيه نفرز عشان باس ما حدش يقول هو أنتوا ليه كده مخلين كل التأثير لأسرة المنشأ تأثير سلبي لا لازم نفرق ما بين التأثير الإيجابي لأسرة المنشأ والتأثير السلبي التأثير الإيجابي أن الأسرة دي اللي علمتك القيم الأسرة اللي علمتك أن أنت تبقى جذع تبقى حريص على ده ويبقى ده فيه فرق كبير بينه وبين الإصرار على نمط الحياة بتاعه أنه بيناموا الساعة كام وبياكلوا إزاي وبيعودوا مع بعض إزاي ومين يتكلم ومين اللي ما يتكلمش ونروح نزوره إمتى وما نزورش إمتى لا القيم غير ده ده الطريقة اللي اتفقوا عليه عشان ينفذوا القيم فاتفرق ما بين القيم والأخلاق وما بين أسلوب عشتهم اللي هو اللايف ستايل بتاعهم اللي ده مش لازم أنت تمشي وراه فلازم نفرق ما بين القيم وممارسة القيم ممارساتهم للقيم دي ممكن يكون لها تأثير سلبي لأنهم مثلا ما بيسمحوش هم أناك عشان بيحافظوا على الهدوء ما بيسمحوش للمرأة اللي هي تلكل ده وجهة نظرهم هم أما ما بيسمحوش للمرأة اللي هي تنزل لوحدها دي طيب عشان هم عندهم عيب الكلام ده لو حد عكسها المسألة هيبقى فيها دم فلازم احنا نفهم الكلام ده بشكل واضح لا أنا مش لازم أتأثر بدا يبقى فيه تأثير سلبي بأسرة المنشأ سببه قد يكون سبب سوق التربية مثل ده قنم قدوة سيئة أو التفاعل أو التعامل بشكل عنيف مع الآيه مع الزوجة إزاي بقى نتعامل إيه أفضل طريقة للتعامل مع فكرة تأثير أسرة المنشأ على الإيه على الأسرة الجديدة الأسرة الجديدة ده ميلاد جديد ميلاد جديد لازم نتعامل معاه على إنه ميلاد جديد يعني إيه ميلاد جديد يعني كل التأثيرات دي تتراجع تتراجع على إيه على ترابيزة الإيه؟ ترابيزة الاتفاق نعود مرأة شرح القاضي قالت له إنه مرأة غريبة فقل لي ماذا تحب وماذا تكره نبقى نعمل إيه؟ فيه تلت حاجات نعملهم عشان نتجنب التأثير السلبي لأسرة المنشأ عندنا شوية مفاهم أول مفهوم إن الأسرة دي أسرة جديدة الأمر التاني إن الأسرة دي لي ولها مفيش حد يملك أي شيء في هذه الأسرة إحنا مش مضطرين إن إحنا نحكي للأسرة أسررنا ولا ده من بر الوالدين إن إحنا نحكي أسررنا لأهلنا مش مضطرين لده يبقى فيه مفهوم أولان هو إن الجواز ده ميلاد جديد المفهوم التاني إن الأسرة دي مستقلة ولازم يحصلها في طام ولازم يحصلها قطع للحبل الأسري وليس قطع العلاقة فيه فرق ما بين قطع الحبل الأسري يعني أقطع الاعتمادية على الأسرة دي لكن على فكرة أقطع الاعتمادية مش معناه إن أنا ما يكونش فيه مساعدة إيه المفهوم الدقيقة دي؟ أو الله دقيقة عشان الأولاد يعرفوا ينضجوا عشان البيت دي يبقى ناضج فلازم نفرق ما بين المفهوم دي فنعمل إيه بقى؟ أول حاجة أول حاجة لازم الزوجين يعملون طيب لو كنا وقعين بقى في تأثير أسرة المانشة إحنا لو متجاوزين بقى أننا 15 سنة لو متجاوزين بقى أننا 20 سنة نعد أنا شفت ناس بيتطلقوا لأن هي مازالت حتى الآن شايفة إن أبوها بطلها وإن الراجل ده ملوش أهمية في حياتها طول عمره أنا مش فهم هو عايز إيه؟ عشانين سنة يا ستي طيب عشانين سنة مش فهم هو عايز إيه؟ قعدوا الآن قعدوا يبقى أول حاجة نجلس ونتفق يبقى أول حاجة نجلس ونتفق إيه اللي بيحبه فلان وإيه اللي بيكرهه فلان إيه اللي بتحبه فلانة وإيه اللي بتكرهه فلانة وإيه اللي حاصل؟ وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الاتفاق لما اختلف مع السيدة عائشة وكان لما يختلف مع زوجاته جاب حد يحكم بينهم عشان يتفق يبقى نقعد ونتفق نتفق على تفاصيل حياتنا بس بالله عليكم أنا بقولكم وانا جاي من الخبرة بلاش قعدة الأعداء دي أنا ما أخسرش أنا هو ما يكسبش أنا ما يكسرنيش أنا لابد إن كل واحد فينا ياخد حقه ومستحقه يعني إيه أنا لازم أخد حاجة ما تخلنيش أحس إن أنا نتهزم أو إنه ولا حسس أن هي ركبة البيت لا لا ده مش شغل أزواج ده حتى لو أنتم عايشين في الكلام ده بقى لكم عشرين سنة ده مش الطريقة اللي فعلا فيها مواد ده ورحمة الله سبحانه وتعالى جعل البيت مكان للمواد ده ورحمة مش مكان للعراق ولو سواحتم مش كل واحد يجي يقول لي مش أنا السبب هي السبب مش أنا السبب هو السبب أنتوا لتنين السبب عندنا قاعدة كده زي الحقائق العلمية كده في الإرشاد الزواجي بتقول ليه القاعدة دي بتقول القاعدة إن إحنا إن الطرفين هم سبب المشكلة الزواجية بنسب مختلف بقى يبقى أول حاجة نعمل إيه نتفق نقعد مع بعض ونتفق اتفقنا نعمل إيه بعد كده نجرب نجرب المقابل بتاع الستيريو طيب يعني النموذج اللي عندنا من القصة بتاعتنا إن إحنا نجرب نجرب مع بعض آه ساعات الرجالة بيبقوا أكثر مقاومة للتجريب بس كمان الستات بتبقوا أكثر مقاومة للتجريب لما تيجي تقول له مش هنجرب حاجة وإنت متعرفش حاجة في البيت وأنا ست البيت وأنا اللي أعرف كل حاجة لا هنجرب يعني هنجرب إيه هنجرب نطبخ هنجرب نعمل الأكل يومين كل يومين فبعد كده إيه اللي حاصل جوزي ما بقاش تستطعم الأكل فهنجرب إن إحنا نعمل أكلات سريعة كل يوم هنجرب هنفضل نجرب نفضل نجرب ليه؟ عشان ده معنى الإحسان وعاشروهن فيها تفاعل يعني فيها تجريب فلازم نجرب نفضل نجرب لغاية ما نوصل للحاجة اللي ترضينا وتسعدنا وتحقق لنا أكثر شيء مشترك بنا ممكن يسعدنا إحنا الاتنين يبقى أول حاجة نتفق تاني حاجة نجرب تالت حاجة نعدل افرد يا سيدي بعد شهر تلعى الكلام غرض بالله عليكم ما يقولوش ما إحنا فشلنا هو جربنا وفشلنا لا هو التجريب أصلا لازم بعد التجريب بيتقيم وتعدل فمش معنى إن إحنا جربنا والتجريبة دي ما بقى محققت ليش أهدفنا إنه خلاص انتهت أنا عايز أقول لكم المسلس اللي أنا بقوله لكم ده اسمه مسلس النضوج الناس النضجة في البيت تعمل ده تعمل إيه؟ تتفق تجرب تعدل لغاية ما توصل ليه للشيء المروح بتاعنا عارفين مشكلتنا إيه؟ الاستقراب إن إحنا بنستقرب ونعمل إيه؟ ونستسل وبعض الحقيين بنخلي إن انتماءنا الفارغ ليه؟ الأسر بتاعتنا وقسرة المنشأ يدمر حيات وعلى فكرة ده بيبقى نوع من أنواع الدفاعية الدفاعية عن قسرة المنشأ وعن صورتنا وأكثر شيء في الدفاعية بشوفها يدافع عن نفسه إنه من الفلحنة إن لحد يقول عليه فلاح ويدافع عن نفسه إنه ويدافع عن نفسه إنه ويتقال عليها متحررة بلاش كده؟ عدو بدل كل الكلام ده يعني كل طواحين الهوى اللي إحنا بنصريعها تعالوا نبعد عن تأثير قسرة المنشأ اللي بتتسرسب لغاية ما تدمر حياتنا من الداخل تعالوا نقول حاجة بسيطة خالص إحنا محتاجين نعمل التلات إجراءات دولة نعمل إيه؟ عشان نبقى وعيين أول حاجة نتفق تاني حاجة نجرب تالت حاجة نعدل لغاية ما نوصل للشيء اللي بيريحنا عارفين علامة إنه انتو خرجتم من تأثير قسرة المنشأ إيه؟ إنه انتو ترتاحوا إنه انتو تفرحوا إنه انتو تحسوا إن حياتكم بقت أهدأ وأجمل وأكثر حيوية يا رب اجعلنا دايما في رضاك وجعلنا دايما في محبتك واستنى إن انتو تجربوا الحاجات اللي احنا بنقولها دي وترجعوا مرة تانية ونتناقش فيها افتح علينا يا رب واشرح صدرنا وجعلنا أهل مددك عشان نستمر في رضاك ونستمر في العشرة الحسنة بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا الصفحة اللي احنا بنتلقى عليها سئلتكم ومتخصص لها أوقات محددة عشان نجاوب عليها وكمان بنتلقى عليها تعليقاتكم واقترحاتكم ويا ريت نتلقى عليها كمان تطبيقاتكم للكلام اللي احنا بنقوله ده لان في الحقيقة احنا محتاجين نتشارك محتاجين وعي عام وكتير في حياتنا عشان نقدر نعمل الكلام ده لان في الحقيقة احنا لو ما عملناش الكلام ده هتظل حياتنا فيها عقد وفيها أشياء مش مفسرة اللي انا قلت لكم في التحليل النهاردة في تأثير أسرة المنشأ لازم نرجع نفسنا ونقف وسط نفسنا ونشوف قد ايه تأثيرات أسرة المنشأ على حياتنا وما نرهنش على ان دوت بيكون ده نوع من انواع الاخلاص لبيئتنا والاخلاص لعائلتنا الاخلاص لعائلتكم ان انتوا تكونوا سعداء ان انتوا تكونوا متوافقين ان انتوا تكونوا راضيين معايا الاستاذ اسلام من الاسكندرية استاذ اسلام ايوة شيخ المان اتفضل يا سيدي كل ساعة انت طيبة شيخ بحديك طيبة بصحة وبسلام شيخ لو سمحت بس انا كان عندي والدي عنده تمانين سنة ودروقتي يعني بقى عنده نسبة زيمر عالية بينسى واحيانا بيفتكر بس في الاغلبية النسيان بوته حارقته بقت صعبة جدا يعني عايز لما يجي يوعد حد يشيله عشان يقومه يدخل الحمام عشان خطر يتوضى هو الناس اصلا الوضوء انت عارف ان بعض الاحيان الحاجات الاساسية في حياته هو بينسيها ازاي ازاي ياكل مثلا ساعات بينسوا ازاي ياكلوا ازاي يقضي حاجته ازاي ازاي هو لو حصلوا بعد الشر ان شاء الله ما يحصلوش كل الكلام ده بس في حاجات اجراءات اساسية بينساه اه الاجراءات الاساسية يدخل يدخل الحمام يعني ما نوضح حضرتك يا شيخ يعني ممكن لو هو مثلا ما يعرفش لو هو مثلا ايه يعني صح ان هو يروح ناحية القاعدة ويعملك اه ممكن ما يكون ينسى ده كل ما بيعرفش ينظف نفسه كويس طي سؤال بقى سؤال حضرتك يا سيد ان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يكتب له تمام الاجر والعافية يا رب يا رب يا رب ويحفظه ويجعله في مأمن ويجعله في سلام قول لي بقى سؤال حضرتك يا سيد اسلام من نسبة للصلاة بس يا سيد اسلام ارجوك ما تضغطش عليه الراجل هو دلوقتي في ملكوتي مولاه سبحانه تعالى انت ما تضغطش عليه اتفكره بالصلاة افتكر لان احنا ممكن في بعض الاحيان بنعذبه على فكرة انا مش هقول لك ان هو ما بقاش مكلف ما قدرش اقول كده لكن دلوقتي لان هو واضح ان الزهيما المش مطبق ده ايه ده متقطع فعشان كده ايه اللي حاصل انت هتفكره بما تستطيع تقول له ام يا باب وصلي يقول لك صلي طيب فتجي بعد كده تقول له انت صليت ممكن يقول لك على فكرة انا صليت وانت قعد جنبه وانت عارف ان هو ما صلاش فايه اللي حاصل سنتعامل معهم بلطف مش لازم اقومه واخليه كذا 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 واخليه صلي فهو وقف في الصلاة مش عارفه هو في الصلاة بنعمل ايه اللي انا بعمله ده اسمه ايه فهنعمل ايه اذا وصلنا للحالة اللي احنا فيها دي بسهالة كده لان في بعض الناس عندهم شوية تعب نفسي يقول لك لا نعلمه من جديد ونغيره وانت لازم تصلي لازم تصلي ويه اللي حاصل يقول له عارف انت زي ما بقول للطفل اللي هو لسه مولود بقول له ايه اتكلم اتكلم ما بتكلمش ليه هو مش قادر اتكلم فالزاك احنا نعمل ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعه ده وسعه هنذكره بالصلاة ونساعده اذا طلب مننا مساعدة وبس يبقى هنذكره بالصلاة ونساعده اذا طلب مساعدة معنا السيدة ممحمد تتفضل طب انا مش عايزة حلف بس ماشي هو ما عندوش حد بيكيده هو بيشك على روحه بس هو ده حيي ما هو ده له مش حييي يعني بيشك في كل حاجة خلينا نقول ان انا قبل الجواز بنقول كلام وبعد الجواز بنقول كلام يعني للزوجة اللي عندها حد يشكك لازم نعرف ان احنا اصلا بنقول للزوجة ان الزوج الزواج لابد يحافظ عليه لابد ان هو يحافظ عليه يعني ايه نبذل قصرى جهدنا لمسألة الحفاظ على الزواج ليه لان الشرع يتشوف للحفاظ على الاسر فانا بقول لحضرتك اه العيش مع شخص شكاك مستبد متعب ومؤلم وللانسان ان هو يصبر على ده ولما يصبر على ده يوفى اجره بغير الحساب فاذا الانسان صبر ياخد سواب عظيم انت بتقول لي لي بقى المسألة ازاي ادير الحياة معاه اول حاجة عشان ادير الحياة معاه فيه ناس ما نقدرش ندير حياتهم معهم اه وفيه نمط ما بيستحملش الشخص الشكاك اه وفيه نمط يستطيع انه ما يعيش معاه يعني الشخص اللي هو حابب ان حد دايما يحط له حدود عشان ما ينفلتش الشخص الشكاك ده بيساعده مش بقول كده ان الشخص الشكاك ده حلو روحه تجوزوه حصلش والله ده انا بقول ان الشخص الشكاك ممكن مع بعض انماط الشخصيات يبقى ممكن التعايش معاه ولكن الشخص الشكاك المستبد اه الحياة مع صعبة طيب هل انا انصحك ان انت تسبيه لا لكن انصحك حاجتين ان هو يروح للدكتور الامر التاني ان انت تحاولي تديري حياتك بشكل مختلف عشان تقدر تتعامل معاه ما تخلهوش هو اهو ما تخلهوش هو محل حياتك كلها وإلا حياتك هتتدمر يعني خليله احنا عندنا ست حاجات في الحياة كده احنا عندنا انا انا مع الله وبعد كده اسرتي وبعد كده عملي وبعد كده علاقاتي وبعد كده مستقبلي وبعد وساعدتي اديله ستس لكن تخليله كل حياتك اه ده ممكن يدمرك ممكن يئزيك اعملي الكلام ده وجرب ليسهم وبعد ذلك ان شاء الله رب نسمحه عليك تبلك الخير استاذ محمد من بني سويف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاكا دكتور الحمد لله انا كنت بابع برنامجاك على طول وبعدين في حاجة عن زكاة المال واحد قال لك عندي شهادة استثمار وباخد العائد الشهري فانت قلت له تاخد عشر في المية من العائد الشهري توازحك زكاة مال اه ما تخلهاش الاخر السنة اه ماشي طيب المبلغ الاصل اللي هو به شهادة استثمار محجز في البيت هل بي اطلع عنه عائد لا يعني خليني بس انا قلت له لو انت معايا حاج محمد قلت له لو انت بتصرف من العائد ده هتطلع عشر في المية من ريع كل ما يجيلك يعني اللي انت قلت له ده صح بس في حتة صغنونة كده اللي هي ايه ازا كان هو بيعمل ايه بيصرف من العائد طب واصل المبلغ مش هيطلع عليه لكن هيطلع على ايه على العائد كل ما يجيه له كل شهر انت معايا اللي بيه الشهادة في البنك ما طلحت عليه لا طب في سؤال كان زيباعد طيب طيب لو انا حجزت مبلغ كصدقة جارية يعني يعني ريع بتاعها يطلع كصدقة جارية وكلبت واحد من ابنائه مثلا بمتابعة الموضوع ده بعد الواحد ما يرحل يعني طيب ده زي الوقف كده انت دلوقتي خرجت من ملك يعني ايه وكتبت للحالة دي وهابت للحالة دي ازا وهابت للحالة دي ما يطلعش عليه زكاة خلاص بقى مع الحالة دي انت بقى عز عليك ان هو ما حدش هيتطلع عليه زكاة انت مع الوقف ما بيطلعش عليه زكاة لما بكلم ستك ما انا بقول لك اهو انت ازا كنت كتبت باسم الحالة دي خلاص. يعني كتبته باسم ايه? باسم المؤسسة. باسم دار الايتام. باسم دار الموسنين. لا انا كتبته انا هرجع باسم بنتي على تبريه هي هجوم بعد كده. كتبته المين? لمين? هكتبه باسم بنتي. لا كتبته باسم بنتك. يبقى بنتك اللي اطلع. ايه بعد كده الواحد ما يرحل شيء هجوم بالواجب يعني. طيب لو هي لو كتبته باسم بنتك بنتك اللي هتطلع عليه الزكاة. بنتي تطلع عليه الزكاة. بالضبط عشان ده تبقى ملكها دلوقتي. اه. خلاص يا حاج محمد? الريع بتاعه كله رايح للصدقة. ما هي خلاص هي بقى هتكون هي هتكون هي خلاص هي بتدفع الريع ده للصدقة بعد كده. هي خلاص المال ده بقى مالها وهتطلع عليه زكاة وبعد كده الريع ده هي هتتصدق بيه. تصدق بيه ليك انت عشانك انت. خلاص يا سيدي. بنفس النسبة بانا. بنفس النسبة ان شاء الله. شكرا. شكرا. فاصل ونرجع نكمل اسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا السيدة ممالك. معانا السيدة ممالك ولا تحاول تتصل تاني? تحاول تتصل تاني السيدة ممالك. معانا الاستاذ صبري من اسوان. السيدة ممالك ركعت لنا تاني. مع حضرتك يا سيخ. اتفضل. اتفضل الله يبارك في حضرية الكوليسانة وحضرتك طيبة. وانت طيب. خلي بالك من الايام العشرة دي اجتهدي فيها بقى. اه والله. بقى على قد وقبل بحاول. طيب قولي. اتفضلي. اتفضلي. هو انا وانا بصلي اه متنفذة الصلاة. فخيص اعمل ايه الصراح. طيب دي واحد. افضل في حاجات انا يعني الصحاجات انا مثلا بعملها في البيت هعملها بعد كده. ده 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 جديد عليكي ولا قديم ده يا ممالك. نعم. ده جديد عليكي ولا قديم. بقى لي فترة يعني بتح شهرين كده يعني بحاول على قد مقدر ده في حاجة تغيرت في حياتك من 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 ستة شهر بس انا ولا من سبعة شهر. حاجات كتير اتغيرت والله يا سيح. طيب قاتل اللي بعده. اه وانا يعني انا حامل اه ما بقى بس يصلي وانا واقفة. وانا اه وانا قاعدة حرام وده ولا حلال ولا ايه. طيب يبقى صلاتك وانت قاعدة. طيب ايه. اه يعني ممكن بس العيشة يعني العيشة بس ممكن. طيب ولو اتصلي كل الصلاوات وانت مش قادرة توقف على وانت قاعدة ما فيوش مشكلة جائز. يعني مش حرام? مش حرام لا. طيب. طيدي وافق وبعد كده اعوضي كل او لو عتعوضي كل الصلاة ما فيش مشكلة. بدل انت مش قادرة توقفي. طيب. طيب. كده السؤال ده السؤال التاني خلص. لسه سؤال التركيز للصلاة عندك سؤال تالت? اه هو اخذ سؤال. تفضلي. يعني انا بقى قاعد سطرة بصلي واحيانا بقى اسمع على الازالي وانت مش قادرة ام اصلي. اسمع على الازالي. يعني كل يوم اسمع التجر بس مش قادرة ام اصلي. مش عارف ادو حرام مش عارف اعملي والله يكير. لا صلي صلي حتى لو مش لازم توقفي. انت يبدو ان انت. اه. في حاجة مخليها الصلاة يبقى عليك. مش عارف والله انا بحرار ده ما قدر. اقول 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 خلاص خلصنا خلاص صلي وانت قاعدة بدون انت مش قادرة تقومي. وهي نفس الحكاية. اتوضي وصلي وانت قاعدة الامر عيبقى سهل عليك يا ساعتها بقى. هتقومي تصلي الفجر و هتقومي تصلي كل الصلاوات ومش هتأخريها ومش هتخرج عن وقتها. خلاص? يبقى انت هتتوضي ومش لازم على فكرة. مش لازم عشان تتوضي توقف التعبير بتاعنا مش لازم عشان تتوضي توقف على الحوض. اه. انت ممكن تعوضي على كرسي وتتوضي وبعدين تقبل مية على رجليك. اه. انا بقى مثل كده. خلاص دي. وعشان كده عرفت ان حالك ممكن تكون يا تسالي عن ده 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 جائز. ده جائز مش ما فوش اي مشكلة. خلاص? وترجع تصلي وانت قاعدة برضو ويبقى الصلاة فالصلاة ما بقاش فيها مشكلة. لكن مسألة التركيز في الصلاة بقى. اه. ممكن يكون سبب واحد من اتنين. السبب الاولاني ان انت تعرضت الى شيء من بعض الناس اللي انت شايفاهم. الناس مش ما بيلتزموش بمسألة ايه. ازاي بيصلوا ويكتبوا. ازاي بيصلوا ويقزوا. ازاي بيصلوا وكزا. اه. 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 هو هو كده اه. طب انا عارف. بس انا بقولك بس خلينا نكمل. اه. فايه اللي حاصل. فاللي حاصل ببساطة ده بيخلينا. هو ده على فكرة. وده برضو اللي بيخلي الصلاة عيبقى عليك. يعني ده اللي كمان اللي اللي الصلاة عيبقى عليك. الصلاة مش خاصة بالرجل ده. الصلاة دي دي حياتي. الصلاة دي روحي. حضرت النبي يقول له ارحنا بالصلاة يا بيلان. دي روحنا. ده احنا الصلاة دي سبحان. سبحان من جعل الصلاة دي حياة لينا. سبحان من جعل الصلاة دي تجديد لينا. سبحان من جعل الصلاة تغسل همومنا. وتقربنا من ملك سبحانه وتعالى. وتقربنا من حبيبنا سبحانه وتعالى. يبقى ازا. الصلاة دي ملاش دعوا بالناس. الناس يغلطوا الناس يبوحشين الناس يصلوا ويطلعوا بغدرين ده ملوش دعب الصلاة خلاص لما تشيل الفكرة دي من دماغك وتعرف ان الصلاة دي ده ليه كنتي مش عشان الشخص دوت اصلا بيستخدمها كورقة عشان يقنعك أو ورقة عشان يضغط عليك أو ورقة لا سيبك من كل ده الصلاة دي صلة بينك وبين الله ملحدش دي دعوة محدش بفسد عليك فده مهم جدا وعشان تركزي لما تيجي تصلي ادخلي على كل صلاة بمعنى جديد مرة تصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ويزيلي همومك ويفرج عنك ومرة تصلي عشان الصلاة دي تحس بيها بالوصل مع الله وهكذا كل صلاة خليها بمعنى الأمر الثاني انت بتقري قري بهدوء ما تحاوليش تصلي بسرعة لما تصلي بسرعة تتكعبلي ولما تصلي بهدوء تركزي خلاص أستاذ الصفاء من كفر الشيخ دي تفضل السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يخليك ممطي لما توفت يا دكتور كان في ودنها حلاء يا رب كان في ودنها حلاء قد أصلاً قد بتربه لدوغتي في البيت أنا دلوقتي أنا ما اعتبرني مسكة كل حال فأنا دلوقتي مش عايزة أخد ذنب أخواتي إن أنا ما بقولش يا فلانة دي حلاء أمي فأنا عايزة أدلي لأولاد أختي اللي كاتم بتربون دو ملكيش دعو أعمل ايه ملكيش دعو ما توزعيش مراسة زي ما انت عايزة توزعي لده مراسة يعني الحلاء ده يتوزع مراسة ما تدوش لأولاد أختك أولاد أختك دولة لو أختك دي أختك دي عايشة ولا ميتها عايشة بس تم اللي واخد أولادها متربين ممتوسط لا أختك دي كانت عايشة ولا ميتها في حيات ودتك لا عايشة موجودة طيب خلاص مش هتقدر تديهم حاجة لأنهم محجوبين بالأخواتك لكن السؤال بقى اللي انت كنت عايزة تقوليه إن أنا ينفع أقول لأخواتي واستسمحهم إننا إن احنا ندي الحلاء ده لأولاد أختي آه ينفع ينفع ولو أفقده لهم طيب لو لها إرش معاي الإرش ده ممكن أتصدق بيه من غير محد يا رب عليها لأ برضو برضو الفلوس دي ما بقيتش بتاعتها وفلوس دي ما بقيتش بتاعتك ما أنا عايزة أعمل لها الصح يا دكتور مش عايزة أعمل ما أنا بقولك ما هو الصح إن الفلوس ما بقيتش فلوسها الفلوس بقت بتاعتكم وإنتوا خلاص بتاعت الورسة هتتوزع عليكم لأن ربنا نقالها إليكم بالخلافة يعني أنتوا خلفتم والدتكم في الفلوس دي الورسة خلفوها في هذه الفلوس فخلاص مش بيه دي كنت فلازم الفلوس اللي موجودة دي القرش اللي ليها عندك ده يتوزع على الورسة خلاص كل ده بقى تركه نعم لو هي مثلا تيفتها صلاة وهي كل يوم اللي بتحتضر فيه اليوم اللي قبل منه أنا ممكن أصلي عنها ولا كده فقط لا ما تصليش عنها علشان الصلاة دي عبادة بدنية ما حدش يصلي عن التاني ولكن تعملي إيه تتصدق عنها إن شاء الله وربنا إن شاء الله يكتب لها الخير وانتي بتصلي كاتمن اللي بيصله كاتمن اللي بيصله الحمد لله الحمد لله وندعي لها ربنا سبحانه وتعالى تلقاها بالرحمة وبالبركة وبالنور وبالفضل ويسع لها في قبرها ويجعل قبرها منزل للأنوار ومهبط للأسرار ويجعلها إن شاء الله في خير مستقر أنا عملت لها على قد ما قدرت والله على قد وسهل يبقى زي الفل كميلي بقى على كده إن شاء الله الحمد لله شكرا يا رب عفوا عفوا يا سيد الصفاء معانا الأستاذة هدى من القاهرة السلام عليكم يا سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الضوء الحقيقة أنا عمي سؤالين حضر تفضلي أنا جزء متوسع وحاسة بالذنب من ناحية الخيط هستكون قصر تنعى ولا حاجة أعمل إيه طيب وقال بواجعني أوع ليه على طول مش أدري على فراء وأبدا حاجة تاني ثاني سؤال الصلاة مش عارفة أنا حاسة لأنني بصلي ما بصليش في نفس الوقت حاسة أنا عدم تركيز وعدم ده من بعد وفاته أو من قبل وفاته لا من بعد وفاته طيب مش عارفة وبلغت لحشهور أهم موضعت وسواس بيجي لإنسان لما يحصل لهم صدمة أنت مش بقدرة غاد الله تستوعب أن هو توفي قلبه أجعني أوه مش قادرة طيب ونفسيتي فعب صعبة أو مش عارفة عمليين أسألك سؤال هو أنت لو هو كان رايح يكسب له متعيش حلوة عشان أنتو تعيشوا في سعادة وهنا كنت أتمنعيه هو كان تعبين بالفتر سؤال هو أنا كنت أتمنعي لا ما كنت أتمنعه طيب رايح ياخد ساعة ربنا ورزق ربنا وكرم ربنا إيه وقت تكون يانانية تمنعه من أنه يعيش مرتاح ده هو عايش هو عايش مش عدم هو دلوقتي عايش عنده حياة عايش عاف كرم ربنا ليه أنت بقت بقى سيئة تظن وكده تقولي أنا مش قادر أعيش من غيره نفسي نتعبانا يا حجي إيه؟ نفسي نتعبانا أوي طيب أنا هو بساعدك أهو فأنت دلوقتي لازم تقولي لنفسك أن أنا مش لوحدي أنا معايا ربنا سبحانه وتعالى وهو كمان أنا ممكن أبعط له الهدايا وأعيش بالجمال اللي إحنا كنا عايشينه مع بعض وأنا كمل يعني هو إذا الآن هو جسد ومش معايا لكن روحه معايا وقلبه معايا وإحنا نقدر أعيش وكمل بهذا المدد الربنا الدهوني بحسن أخلاقه وحسن عشرته العقلية حياتي ما انتهتش معقولة هو كان يعني هو كان بيقف جنبك وبيساعدك وبيحبك وانت بتحس معاه بالعاطفة دي كلها عشان يعجزك ولا هو كان بيساعدك عشان تبقى أحسن انت كده تخليه سبب من أسباب تعستك هل ده صح؟ ولما واحد يحب واحد يخليه سبب تعسته ولما واحد يحب واحد يخليه سبب ساعدته يبقى انت لازم تقلع عن هذا المعنى وتتكد على الله وتصلي وتقوم بواجبك وما لكيش دعو بأي حاجة تانية ولازم تعملي ثلاث حاجات أول حاجة تغيري برنامجك اليوم تاني حاجة لو ان المسألة دي استمرت بشدة وابتديتي حياتك تفسد ما تحبش تروح الشغل ما عرفش علاقاتك بدأت تحصل فيها أي حاجة يبقى انت بحتاجة دعم نفسي نروح لأخصائي آخر حاجة لازم تكثري بقى من ذكر الله والصلاة على حضرت النبي لما تعمل كده قلبك ألا بذكر الله تطمئنه القلوب يبقى الثلاث حاجات دولة مع بعض ان شاء الله يوصلك الله سبحانه وتعالى إلى مرضاته ويمسح على قلبك بيده الحانية ويجبر خطرك ويريح بالك ويسر لك أمورك يا سادة احنا النهاردة تكلمنا في شيء مهم جدا بيحصل لنا من غير ما ندره بيتسرسب في حياتنا وهو التربية اللي احنا تربناها في بيوتنا والطريقة اللي احنا عشناها في بيوتنا التربية غير الطريقة اللي عاشنا بيها التربية دي بتخلينا نتمسك بمعاني جميلة لكن طريقة حياتنا ده اختيارات والاختاروا أهلنا مش بالضرورة يصلح لنا احنا لما عندنا حياة جديدة والدليل على ذلك ان حتى أهلنا كانوا فيه حاجات من اللي هم اختاروها كان بتتعبهم يلا اكتهدوا وتوكلوا على الله وانتوا قادرين على ده افرزوا اللي وصل لكم من حياة أسرتكم وكل الحاجات اللي أسرت فيكم سلبا فخلت بعضكم شايف ان العصبية مبررة واللي خلت بعضكم يشوف انه هي لازم زوجها ما يمسش كرامتها لانه لو كلمها اي كلمة يبقى وقصد انه هيدوس على كرامتها كمان خليكم منتبهين الى التأثير السلبي في مسألة ان الاسرة مش قادرة تخليك تبعد عنها انتوا اسرة متقربين متكتفين فمنعينك ان انت تقدر تعيش حياتك مستقل ويبقى زوجتك في المكانة الطبيعية في قلبك خليوا بالكم كل دي تأثيرات من الاسرة المنشأ واحنا نقدر نتجاوز ده بالتلات حاجات اللي قلناها نقعد مع بعض ونتفق كمان نجرب مع بعض ولما نجرب نقيم تجربتنا ونعدل التلات حاجات دي هتخلينا نقدر نعيش حياة جديدة بميلاد جديد بمدد جديد من رب العالمين يا رب اعننا واجعلنا يا رب من اهل الفضل ومن اهل زوق حلاوة مددك لبيوتنا وازاي يا مولانا مليت بيوتنا بالمودة والرحمة والسكينة ونعيش يا مولانا نسير في حياتنا بمددك وبفضلك وبكرمك وبنورك اللي بتسعدنا بيه لما نشوف الحقيقة ونشوف ان احنا قادرين نعيش متوافقين رضيين سعداء يا رب اسعد بيوتنا ببركتك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين نسألك ودا في بيوتنا يجعلنا نحمدك في كل وقت وحين